توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمنسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وخلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف أوضح الرئيس السيسي أن الاحتفال مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالة النبي السمحة ومواجهة التحديات والصعاب بعمل دؤب لقد تعلمنا منذ الخلق العظيم في سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه كانت ترجمة حقيقية وتطبيقية لأخلاق وقيم الكرآن الكريم وإن من أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع بكفاح مستمر بلا كلل أو ملل حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة